السلام عليكم دا كاترة. آآ هنشرح دل بقى ان شاء الله اخر محاضرة لنا في آآ الفيسيولوجي في بلوك الهيماتولوجي بعنوان البلود هنبدأ اول حاجة نتكلم عن البلود جروبس نقول ان هو الهومان بلود كان بي كلاسيفايد انتو فور ميجور جروبس اللي هي الاي والبي والاي بي والاوم. الكلاسيفيكيشن دي كانت على اساس الامتجن which is present in the يبقى فيه اسمه ده بيكون موجود على وعلى حسب نوع الانتجن ده على حسب البلود جروب بتاعتي هيكون اسمها ايه? طيب. البلازمة بتحتوي على الانتيباديس. الانتيباديس دي اللي هي اكثر مضادة. الانتيباديس دي هيبقى اسمها اجليوتينين. لو فاكرين يا جماعة الانتيباديس اللي كناتكلمنا عنهم مع الواي بلود سيلز. احنا قلنا عندنا جي وام واي ودي واي. الام انتيباديس زي ما قلنا هو كان اللارجست انتيبادي. اللارجست انتيبادي هو الاميونيو جلوبلين ام. عشان هو لارج سو كانوت كروس البلاسنتا. يعني ايه? يعني الانتيباديس اللي موجودة في الدم بتاع الام ما ينفعش اتعدي من خلال البلاسنتا الممبرين وتدخل تروح للامي للجنين. ماشي? يبقى الانتيبادي اللي عندي اللي هو نوعه اميونيو جلوبلين ام وده عشان كده كانت كروس رو البلاسنتا وانتر الفيتس. خلاص? بتاعتي ان الدم بتاع اي انسان لا يمكن يحتوي الانتيجن والانتيبادي بتاعه. يعني ايه? يعني لو عندي ايه? لو موجود ما ينفعش يكون عندي ايه? ليه? لان لو الانتيجن والانتيبادي اجتمعوا مع بعضيهم هيحصل حاجة اسمها اللي هي عبارة عن انتيجن انتيبادي يبقى بتاعتي دي هتبقى ثابتة عندي وانا بشرح محاضرة كلها ان انا ما ينفعش الانتيجن يكتمع مع الانتيبادي بتاعه. تمام? لان لو اكتمع الانتيجن والانتيبادي هيحصل عندي حاجة اسمها اللي هي الانتيجن نتكلم على اللي عندي هنتكلم على الانتيجن اللي موجود والانتيبادي اللي موجود في كل بلات جروب. اول حاجة عندي lo هاي البلات جروب ايه? احنا منسامه على حسب الانتيجن اللي موجود. بلات جروب ايه? الانتيجن بتاعي هيبقى ايه انتيجن? طيب احناقلنا ما ينفعش الانتيجن يكتمع مع الانتيبادي بتاعه. يبقى ما ينفعش نقول موجود فيها الانتي ايه? لا اللي جوه هيبقى تمام؟ طيب. chunksة بيبقى فيها قلناها تتسمى على حسب الاسم الانتجن يبقى هيبقى فيها بي انتجن الانتيبادي هيبقى انتي اي بلد جروب اي بي هيبقى فيها تو انتجن اي انتجن انت بي انتجن وبش هيبقى فيها اي انتيبادي خالص بلد جروب بي او ده الريد بلد سيل بتاعتي بش هيكون تشابك عليها اي انتجن بس البلازمة هيكون فيها تو تايب اوف انتيباديز اللي هي انتي اي انت بي تمام طيب بتاع كل طيب فيهم. بلات جروب ايه? اربعين في المية. بلات جروب بي عشرة في المية. بلات جروب اي بي خمسة في المية. اقل نسبة. بلات جروب او ده اعلى نسبة اللي هي خمسة واربعين في المية. بلات جروب اي بي ده بيتسمى يعني ممكن يستقبل من اي حد. تمام? ودي هنشرح ازاي بتحصل بعد كده. بلات جروب او دي بتتسمى يعني ممكن يدي لاي حد. ودي برضو هنشرح ازاي. لو جينا نقلنا بلات يا جماعة الواحد وكانت فصيلة الدم اللي اتنقلت له دي مختلفة عن فصيلة الدم بتاعته. تمام? هيحصل عندي ايه? اللي هي عملية طيب. دي. فكروا معي كده. حصل بتوين ولا العكس. يعني نقول اللي بيحصل عندي ان هو بيحصل بتوين زي ما انتو شايفين تلا شوفوا المسال اللي قدامكو ده يا جماعة اللي هو في المربع اللي قدامكو ده. لو مثلا نقلنا لواحد الفصيلة بتاعته بلات جروب بي. هيحصل بتوين ايه? بتوين بتاعت الريسيبيانت. ليه يا جماعة بيحصل كده? بنقول ان هو الانتي بادي عشان يدخل في الانتي بادي ري اكشن ده لازم تكون كميته كبيرة. لازم تكون كميته كبيرة جدا. ما ينفعش كمية قليلة من الانتي بادي تبدأ تدخل في الانتي بادي ري اكشن ده. طيب. لو جينا شفنا بالنسبة للدونر. الدونر ده انا بنق الدم ده بيبقى حوالي ماكسما مسلا بيكون نص لتر. النص لتر دي انا بدخلها على جسم في ايه? في حوالي خمسة لستة لتر من البلد. طيب. لما نيجي نشوف كده كمية الانتي بادي اللي موجودة في الدم اللي انا نقلته وكمية الانتي بادي اللي موجودة في الدم بتاعت الجسم الطبعية. طبعا كمية الانتي بادي اللي موجودة طبيعي في الجسم اللي هو الجسم بتاع الريسيبيانت اكتر بكتير جدا جدا من كمية الانتيباديز اللي موجودة في الدم اللي ما نقول اللي هو اللي هو المكسل منص لتر. عشان كده انهو انتيبادي اللي هيدخل في التفاعل الانتيبادي بتاع الريسيبيانت اللي هو كميته كبيرة جدا. تمام? يبقى الانتيجن بتاع الدونر هو اللي هيتفاعل مع الانتيبادي بتاع الريسيبيانت وليس العكس. ماشي? دي حاجة. تاني حاجة بقول ان هو مش مجرد بتاع الدونر ده بتكون كميته قليلة قوي فبيبقى حصل له مارك لديليوت ان ما يدخل جوه البلد بتاع الريسيبيانت وبالتالي فبش هيدخل في التفاعل. لا. ده بتاع الدونر ده بيحصل له بيتعادل ببعض الفري انتجن. يعني اي فري انتجن? احنا بنقول الانتجن ده بيكون موجود في الممبرين. طيب نما يحصل لبعض الريد بلد سيلز طبيعي. ان بعض الريد بلد سيلز بتكسر طول ما هماشي في السيركوليشن. الانتجن اللي كان شابك في الممبرين بتاعها ده بيبقى في البلد. الفري انتجن ده لو دخله الانتباطي بتاعه هيحصل بتوين الانتباطيز اللي دخل ده وبتوين الفري انتجن. طب هل ده في مشكلة? لا مفوش اي مشكلة. ليه? انا مشكلتي لما يكون الانتجن ده شابك في الريد بلد سيلز زي ما انتو شايفين الصور اللي تحت يا جماعة. الانتجن اهو شابك في الممبرين بتاع الريد بلد سيل. الانتباطيز بتاعه لما بيدخل وبيكونوا موجودين مع بعض. كل انتباطيز ممكن يشبك بو اكتر من انتجن. يعني ايه? هيحصل يعني هتتجمع الريد بلد سيل مع بعضيها هتكون لي كتلة كده. بش هتبقى كل واحدة فري لوحديها. لا هيحصل بتوين الريد بلد سيل. هتتجمع كلها مع بعضيها نتيجة الانتجن اللي حصل. ليه? لانه كل ممكن يشبك باكتر من واحدة فهيجمع لي مع بعضيها. لكن لو تصورنا كده ان الانتجن ده كان فري يعني كان سايب كده بالشابك في الريد بلد سيل. وقابل بتاعته خلاص هيحصل وخلاص انا مشكلتي في ايه? مشكلتي في التجمع بتاع الريد بلد سيل اللي بيحصل نتيجة عملية دي. ماشي يا جمعا? يبقى تاني. لما بيحصل عندي بيحصل بتوين الانتجن اوف زا دونر انت الانتي بادي اوف زا رسيبيانت. ليه? لان الانتي بادي اوف زا رسيبيانت اول حاجة بيبقى مارك دي دايليوتد باي زا رسيبيان بلد بيتخفف قوي. ومدام كمية الانتي بادي تخففت وبقت قليلة بش هتشتغل. بش هيبقى لها اي تأثير. تاني حاجة مارك دي نيوترالايزت هيتعادل باي فري ان انتجن بريزنت انزا رسيبيان بلد. وخلاص بدام الانتجن ده فري يبقى مش هيأثر عندي. خلاص? طيب. البلد جروب او بنقول عليها دونر. ليه? لان قلنا اللي بيتفاعل هو الانتجن بتاع الدونر. البلد جروب او ما فيهاش اي انتجن خالص. فعشان كده بعتبرها دونر. ممكن تدي لأي حد. لان ما فيهاش الانتجن اللي هو ممكن يتفاعل. عكس كده البلد جروب اي بي. البلد جروب اي بي دي ما فيهاش اي واللي بيتفاعل هو الانتجن بتاع عشان كده بعتبرها ممكن تاخد من اي حد. ممكن تاخد من نفسها او من اي بلد جروب تانية. ليه? لان هي ما فيهاش بتاع هو اللي بيتفاعل. طيب هي بلد جروب اي بي ما فيهاش اي خالص عشان يتفاعل. عشان كده ممكن تاخد من اي حد. تاني الجدول ده يا جماعة اهو. البلد جروب اي بي. ممكن تستقبل من اي حد. ليه? عشان ما فيهاش اي انتيبوديز. بتاع هو اللي بيتفاعل. بدام البلد جروب اي بي عندي. ما فيهاش اي انتيبوديز. يبقى ممكن تاخد من اي حد. مش هتتفاعل مع اي حد. عشان كده حتى نسبتها قليلة. احفظوها كده يعني دي خمسة في المية. عشان دي بلد جروب انانية. ما بتديش حد خالص. غير نفسها. بتدي بلد جروب اي بي. بس بتاخد من نفسها ومن كل الجروبس التانية. العكس بقى بلد جروب او. دي. ما فيهاش اي انتيجن. بس فيها انتيبوديز بس. الانتيجن بتاع الدونر هو اللي بيتفاعل. طب هي ما فيهاش انتيجن خالص. فعشان كده ممكن تدي لاي حد. بلد جروب كريمة. ممكن تدي لأي حد هتدي بلوت جروب او وهتدي لأي بلوت جروب تانية. عشان كده بتتسمى وعشان هي كريمة كده نسبتها كبيرة. نسبتها حوالي خمسة واربعين في المية من تاني موضوع هنتكلم فيه اللي هو البلوت اول ما اكتشفوه اكتشفوه في نوع من انواع الارود اسمه عشان كده سموه ده عبارة عن بيكون موجود على الممبرين بتاع ريت بلوت سيل. بيكون موجود في خمسة وتمينيه في المية من فعشان دولة بيتسموا واللي ما عندهوش بيبقى اسمه اللي هما النسبة الباقية اللي هي خمسة واشر في المية. بدام قلت انتجن يبقى يبقى فيه. بتاع اللي هو ده الطبيعي انه ما بيكونش موجود خالص. سواء في او في يعني الطبيعي ان الجسم بتاعنا ما يكونش فيه اي الار اتش انتي بادي. النوع بتاع الار اتش انتي بادي ده اميونو جلوبلين جي. ده عبارة عن سمول اميونو جلوبلين لو فاكرين ده زي ما قلنا في محاضرات الواي بلاد سيلز. الاميونو جلوبلين جي ده ده وعشان هو سمول ممكن يعادي من خلال البلاسانتا. ممكن يعادي من خلال المرشيمة. وهنشوف مشكلته في ايه ده. بعد كده. طيب بنقول انه هو طبيعي سواء كان الانسان ده او او ار اتش ناجاتف. الطبيعي ان الدم بتاعه ما يكونش فيه اي انتي باديز. الانتي باديز دي بتتكون امتى? بتتكون في حالتين. اول حاجة لو الشخص ده ار اتش ناجاتف وتنقل له ار اتش بوز بلد. يعني حصل ترانس فيوجن تو ار اتش بوز بلد تو ان ار اتش ناجاتف بيرسون. تمام? تاني حاجة لو كان عندي لو كانت الامة عندي ار اتش ناجاتف والبيبي بتاعها ار اتش بوزيتف. ودي هنشرحها برضو بعد كده. ازاي بيتكون انتي باديز جوه? يبقى الطبيعي ان هو اللي هو النوع بتاعه اللي هو وممكن يعادي من خلال بلسنتة. الطبيعي ان الانتي بادي ده ما بيكونش موجود في الدم بتاعنا خالص. سواء كان الشخص ده او او ار اتش ناجاتف. بيتكون في حالتين. لو حد ار اتش ناجاتف وتنقل له ار اتش بوز بلد. وتاني حالة لو ام ار اتش ناجاتف وكانت البيبي بتاعها كان ار اتش بوز اتف. اول حالة اللي هي لو حصل عندي نقل لدم ار اتش بوزيتف لواحد ار اتش ناجاتف. هيبدأ يحصل ايه? دم الجسم بتاعه هيبدأ يكون انتي باديز. اللي هي الانتي ار اتش الانتي باديز. الانتي باديز اللي هتكون دي بتتكون كده في لحظة. لا دي بتاخد وقت كده عبار ما بتتكون. بتاخد فترة عبار ما بتتكون. ماشي. لغاية ما توصل لليفل عالي اللي هو هيبقى فيه خطورة ان هي يحصل منها ايه? عشان كده منقول الخطورة اللي اكبر بتكون انت لو نفس الشخص الشخص اللي اتنقل له بوزة بلد ده اتنقل له ار اتش بوزة بلد مرة تانية. في الحالة دي هيبقى ايه? هتبدأ الانتي باديز تزيد اكتر. وتبقى نسبتها كبيرة لدرجة ان هي هتبدأ تعمل ايه? اللي هي الانتي بادي راكشن. تاني حالة اللي هي لو كانت ار اتش نجل في ميل مارت و ار اتش بوزة في ميل في الموس كيزز هيبقى الفيتس الجنين هيبقى ايه? ار اتش بوزة. تمام? في وقت الولادة اللي هي بتحتوي بتاعت البيبي لان هو ار اتش بوزة. بعض دي هتدخل من خلال لجوة الدم بتاع الام. تمام? الطفل كده هينزل سليم ما فوش اي مشكلة. بس المشكلة ان بعض من الدم بتاعه اللي هو هيدخل لجوة بتاعت الام. الام هتبدأ تستجيب لكده بايه? انها ار اتش ناجاتف اساسا. فصحيح موجود لكن هي مش عندها اصلا يعني. فالام مش هيحصل فيها اي مشكلة. المشكلة في ايه? لو جات نفس الام دي حملت للمرة التانية. لو جيت اجين. الفيتس بتاعها لو كان ماشي? الار اتش بوزة فيتس ده هيبدأ الدم بتاع الام بما يحتويه من هيدخل لجوة الفيتس. فهيبدأ يحصل ايه? هيحصل جوة الفيتس نفسه. تمام? بس ده مش بيحصل في اول طفل. اول طفل ده ما فوش مشكلة. اول طفل ومشكلته ان هو جزء من الدم بتاعه هيدخل لجوة الام فالجسم بتاع الام هيبدأ يكون تمام? الانتي باديس دي مش هتأذي الام. مشكلتها لو الام دي جات حملت مرة تانية الطفل بتاعها اللي هو الار اتش بوزة فيتس ده الانتي باديس اللي موجودة جوة الدم بتاع الام دي هتبدأ تدخل جوة الفيتس. لو فاكرين احنا قلنا ان هي نوعها ايه الانتي باديس? هي يا جماعة نوعها اللي هي فممكن تعدي بسهولة من خلال البلاسنتا تدخل لجوة الايه? تدخل لجوة الفيتس. ماشي? هتدخل لجوة الفيتس. وبعدين هيحصل عندي لان الفيتس بتاعي ده طيب انا بقول اول طفلة عندي هل اول طفلة عندي ده دايماً بيعدي كده في امان? هيعدي في امان لو الام وهو هيعدي في امان ما فيش مشكلة. المشكلة عندي لو كانت الام دي اتنقل لها بلاد قبل كده. فالدم بتاعها بيحتوي على من غير حمل. يعني انا بقول تاني طفل. جاله اللي تكونت نتيجة دخول الدم بتاعة اول طفل للام. طيب الام دي لو كانت نقل لها دم قبل كده وجواها حتى لو ده اول حمل لها اللي هي كانت متكونة جوا جسمها نتيجة نقل دم غلط قبل كده هتبدأ تدخل لجوة الفيتس دي وتعملي برضو بس دي لازم بتاخد وقت يا جماعة يا لازم يكون تنقل لها دم حوالي مسلا من ثلاثة لستة شهور قبل لعملية الحمل عشان تبدأ تزيد لمرحلة تقدر تأذي الطفل. اه يا جماعة الصورة دي لو اتجوز الطفل في موظف الاحيان بيبقى ار اتش بوزيتف. ماشي? طيب. والطفل الجواه هو بوزيتف. مفيش اي مشكلة. المشكلة هتيجي في وقت الولادة. وقت الولادة هيبدأ بعض من البوزيتف بلط بتاع الطفل هيدخل لجوة الدم بتاع الام. الطفل هيبقى نزل خلاص بس بعض من الدم بتاعه البوزيتف هيدخل لجوة الدم بتاع الام. هتبدأ تتكون عندي الدم بتاع الام هيبدأ يكون عندي هو نيجاتف صحيح بس هيبدأ يكون نديجة الدم اللي دخله من الطفل. ماشي? هيجي الحمل التاني بعد كده هتبقى جاهزة جوبا الجسم بتاع الام. والطفل الجديد ده اللي هو لو كان هتبدأ تدخل جواه وتهجمه مباشر على طوال. اللي هو الام بتاعته كانت ونقلت له هتحصل له مشكلة كبيرة جدا اسمها الطفل ده غالبا بيتولد ميت غالبا بيموت وهو لسه جوه الرحم ما بيعاش. ولو عاش بتبقى عنده كزا مشكلة. اول حاجة بيكون عنده سفير انيميا ليه? لان الريد بلوتسل اللي تتجمعت اللي حصل لها وحصل لها انتج ايه المشكلة انها بتتجمع? اول مرحلة انها بتتجمع. بيحصل لها عملية الانتج او تاني مرحلة كل اللي ما الجمعة دي بتبدأ تتكسر. بيحصل لها فالطفل ده بيدخل في سفير انيميا لان الريد بلوتسل بتاعته عمالة تتكسر. انيميا يعني نقص في تاني حاجة بيدخل في جوندس. جوندس اللي هي الاكساسف فورميشن اوف بلروبن. بلروبن اللي هي السبغة السفرة اللي هي بتطلع من جوه الريد بلوتسل. الريد بلوتسل بتتكسر بالزيادة. هتطلع كمية كبيرة من البيلروبن. البيلروبن دي سبغة اصفرة. فالطفل اللي بيبقى ظاهر عندي في صورة ايه? الجلد بتاعه بيبقى لونه اصفر كده. اللي اسمها ايه? جوندس او همولاتيك جوندس. اللي هو جوندس ناتج نتيجة اللي هو مرض السفرة. تمام? المشكلة اللي اكبر ان البيلروبن ده نفسه ممكن يعدي البلوت برين بارير. ممكن يدخل له جوه لجوه البرين. نما يدخل جوه البرين بيعملي برين دامج اللي هي اسمها ايه كيرنكترس. ماشي? يبقى مشكلة الطفل ده يا جماعة ان الريد بلوتسل اللي حصل لها دي المرحلة الاولى. بعد كده بيبدأ يحصل لها بعد كده بيبدأ يطلع منها البلروبن. البلروبن ده هيخلي لونه اصفر. اللي هي الجوندس الصفرة. البلروبن ده ممكن يعدي البلوت برين بارير. هيروح على البرين يعملي البرين دامج اللي هو الكيرنكترس. وميقول انه هو غالبا الطفل ده بيموت قبل ما يتولد اصلا. ازاي نعمل اللي عملية في تالس? اول حاجة بقول ان ما ينفعش واحد وانقل لها دي اول حاجة. طيب داني حاجة لو حصل بقى المشكلة وهي كانت وتنقل لها او اول حاجة دي لازم بديها بديه انا من بره. في خلال تمانية واربعين ساعة من نقل الدم من البلوت اللي دخل لها ده. ليه? عشان اللي انا بديهولها ده من بره بيعادل اللي دخل لها. وبالتالي بيشهدي الجسم بتاعها فرصة ان هو يكون بكميات كبيرة. يبقى انا بدي انا من بره بس كمية صغيرة. الانتي بادي اللي انا دخلها ده بيعادل الانتيجن اللي كان دخل لها. تمام? فبالتالي لما عادل الانتيجن اللي موجود جوة جسمها ده جسمها خلاص. بش هيكون بش هيبدأ هو يكون اجنسة الانتيجن الدخل ده بكميات كبيرة. طيب لو ما ديتش انا الانتي باديز دي اللي هي الانتي دي انتي بادي وحصلت للمشكلة والام دي كانت نقل لها والفيتاس بتاعها دخل في عملية في تالس. واتولد عندي. العلاج بتاعه هيكون ايه لو اتولد عايش يعني? بيتعمل له بانه نوع من انواع البلد بديله. بديله ليه? اول حاجة ده جنالدونر هينفع مع اي نوع من انواع البلد. ليه بديله ار اتش نيجاتيب بلد? لو اديته ار اتش بص بلد ما هو يتفاعل مع الانتي باديز اللي جاله من الام. ما انا مشكلتي في الطفل ده ايه? ان هو جاله من الام. فاده بديله ار اتش نيجاتيب بلد. بس مش بدهوله وخلاص بنعمل اكتشينج بلد رانس فيوجن. يعني ايه اكتشينج بلد رانس فيوجن? يعني بيتساحب جزء من الدم بتاعه اللي هو الار اتش بلد. وبعد كده بيتحقن بكمية جديدة من الدم اللي هو الار اتش نيجاتيب. ده موضوع ده بيحصل بالتدريج يا جماعة بيحصل على مدار مسلا ست اسابيع. لان احنا بش احنا منيجي كده نفضي الطفل كده نكوب الدم اللي فيه ونحط له دم جديد. لأ. ده احنا بنسحب كده بالتدريج. كمية من الدم بتاعه اللي هو ار اتش بوزدف ويتحقن بداله بار اتش نيجاتيب بلد. وبالتالي الانتيبوديز اللي ده خلاله من الام دي هتتخفف قوي بوش هتلاقي انتجن ان هي تتحد معي عشان تعمل انتجن انتيبودي ريكشن. يبقى الطفل ده يا جماعة بيتعالج ازاي? عن طريق نوع ايه ار اتش نيجاتيب او بلد. ليه? لاني ده جنرال دونر. هينفع مع اي نوع من الانواع البلد. بلد جروب ار اتش نيجاتيب. ليه? عشان انا باخد بتاعه باخده بسحبه منه كده بالتدريج وبحق انه قصاده كمية مماثلة من الار اتش نيجاتيب بلد. ليه? عشان اللي موجودة في الدم بتاعه اللي هي جياله مع الام ما تلاقيش انتجن تتحت بيه. فبش هيحصل عندي اجليوتينيشن. في موضوع مهم بعد كده جدا يا جماعة اللي هو موضوع طب دعم ده يعني مهم جدا وبيستخدم في حاجات كتيرة جدا بس في نفس الوقت خطر جدا وفيه جامدة قوي لازم داخدها عشان عملية دي تبقى سيف. تمام? اول حاجة في حالة لو اللي عندي قال زي في حالات بس بش اي بش مجرد مسلا واحد ما نخيله نزفة او وتعور تعويرة بسيطة كده يبقى محتاج لا ده لو فقد اكتر من عشرين في المية من البلد بتاعه يبقى هو كده محتاج ايه? محتاج ان عوض ده بالبلد تمام? تاني حاجة لو عندي نقص جامد في احد مكونات الدم بعوض كده مكونات الدم اللي عندي اللي هي ايه? اللي هي كلها. لو نقصت عندي قوي زي في سيفير اناميا. لو الهموجومين بتاعي اقل عن اربعين في المية او اقل. تمام? لو قلت عندي زي في حالات لو قلت عندي زي في اليوكوبينيا. لو قلت عندي بعد الفاكتورز اللي موجودة هو الدم الطبيعي زي او زي الحالات دي كلها لو حصل في الفقاحة مكونات الدم بحاول اعوض كده ان انا بعمل ايه? تمام? تالت حاجة عندي في حالة اللي احنا نسا متكلمين عنها. اول حاجة ما ينفعش اجيب واحد مرضان وصحته تعبانة واخد منه ماشي ما انا بشامتع واحد وازي واحد تاني. لازم يكون الدونالد بتاعي ده صحته تكون كويسة. تاني حاجة بيتخزن لفترة الليلة الماكسمن بتاعي او الافضل طبعا ان هو يكون يعني بسحبه وبعمل التحليل بتاعتي بشوف الطيب بتاعه بتأكد ان هو سليم وكده وبعد كده بستخدمه على طون. عن درجة حرارة من اربعة لخمسة درجة. ماشي? ايه المشكلة في لو انا مخزنا كويس وكل حاجة بس ده عندي مشكلة ان هو بتبدأ اللي تتكسر. مش فاكرين لما قلنا بتاع كل خلاص? لو كان البلد بتاعي ده قولت البلد سيلز الجواه هتبقى كلها متقسرة. فهيبقى عادي من الفائدة. طبعا هنقلو ليه ازا كانت كل الخلايا اللي فيه متقسرة. دي حاجة. تاني حاجة المشكلة كبيرة كمان ان بتاعتي. لما تبدأ تتكسر بتحتوي ان اهم ايون جواها اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم ده لما يسيب ويطلع براها نتيجة التكسير بتاع هيبدأ يحصل عندي هايبر كاليميا. يعني مستوى البوتاسيوم اللي موجود في البلد ده هيبقى عالي. مشكلة الهايبر كاليميا دي ان هي بتعملي يعني العيان ده لو بتنقلو دم والدم ده كان قديم متخزن بقالو فترة كبيرة مش هنقول بس ان هو مجرد مش هيستفاد منه لانه كل الخلايا اللي فيها هتبقى ميتة. لا ده المشكلة كمان ان هي نسبة البوتاسيوم فيه هتبقى عالية جدا والبوتاسيوم ده بيأثر عندي على عضلة القلب ويعمل لي تالت حاجة ان هو تسعين في المية. لازم البلد ده يكون كويس. الهيموجوبين بتاعه ما يقلش عن تسعين في المية. ما انا مش اعرض العيان ده للخطر بتاع البلد من غير ما يستفيد استفادة كاملة من البلد ده. فعشان كده بقول ان هو الهيموجوبين بتاع البلد اللي هو ده لازم ما يقلش عن تسعين في المية. رابع حاجة ان ترانسفيوز بلد شود بي كومباتابل. لازم اشوف البلد جروب بتاعتي والار اتش جروب اه فاكتور بتاعتي. ما ينفعش عمل ان كومباتابل لترانسفيوشن. لان ده ممكن يعمل لي الايه? عملية الالانتج لانتيبادي ري اكشن. فلازم اتأكد ان البلد ده يكون كومباتابل يعني نفس الفصيلة بتاعة تالت اخامس حاجة ان ترانسفيوز بلد ده لازم يكون في بعض الامراض اللي بتتنقل عن طريق الدم زي المالاريا زي الهيباطايت زي مش هينفع برضو ان الدم غير ما تأكد ان الدم ده فري تماما وما فيهوش اي دزيز. اخر حاجة ان ترانسفيوز بلد ده لازم يكون فري فروم اني كونتامنيشن. كونتامنيشن يعني بلد نفسه نظيف. بجمعه في اكياس نظيفة. معقمة. ماشي? عشان ما دخلش اي عدوة اللي هو اللي هو بيستقبل البلد. يبقى لازم البلد بتاعي ده يكون فري فروم اني كونتامنيشن. عشان ما دخلش اي عدوة للرسيبيانت. عندي وعندي دونر الانسان اللي انا باخد منه الدم ده. ممكن يحصل له ايه? ممكن تدخله في انيميا لو واحد كل شوية يتسحب منه دم. كل شوية يتسحب منه دم. هيدخل في انيميا طبعا ليه? الدم اللي بيتسحب ده هو دكويس مفيد لان الجسم بيبدأ يعوض اللي نقصت دي ويكون جديدة. خلاص عشان كده لازم يكون فيه جاب على الاقل لشهرين ما بين كل والتانية. ما ينفعش واحد كل يوم والتاني كده ينقل دم. ما الجسم بتاعه بش هيلحق يعوض الفقد اللي حصل في خلاص لو حصل عندي ممكن الانسان ده يدخل في انيميا نتيجة نقص الجسم بتاعه بش ملاحق يعوض الفقد اللي بيحصل في بتاعته. تانية حاجة لو واحد جدعة كده وقال لا اسحبه مني اسحبه مني وايه? وتسحب منه كمية كبيرة من البلد. هيدخل في ايه? هيدخل في شوك طبعا. لانه هيحصل في البلد فوليوم. ماشي? يبقى الدونر ممكن يدخل في انيميا لو عمل وممكن يدخل في شوك. لو قال عندي بلد فوليوم مرة واحدة نتيجة سحب كمية كبيرة من الدم منه. في بعد كده اللي هي اللي ممكن تحصل للانسان اللي هو بيتنقله الدم. اول حاجة حساسية بتظهر في صورة العيان هو بيتنقله الدم بيدخل مرة واحدة بيعمال يهرش شيفرينج عبال يترعش جامد وهكذا. الحاجات دي كلها او التفاعل اللي حصلت الحساسية اللي حصلت دي بتكون نتيجة ايه? بتكون نتيجة المواد اللي هي بتتضاف على البلد. البلد اللي احنا بننقله ده بيش بيدخل جوه الجسم زي ما هو. لا ده بيتضاف عليه مواد كتير تانية. بيتضاف عليه مواد تمنع التجلط بتاعه اللي هو حد حاجة بيتضاف عليه حاجات تزبط بتاعته. بيتضاف عليه جلوكوز عشان تعلي القيمة بتاعته. كل دي المواد اللي انا ضفتها دي كلها ممكن تعمل لما تبدأ تدخل جوه جسم الانسان. تانية حاجة انه ممكن يحصل زي ما قلنا في بعض الامراض اللي بتتنقل عن طريق الدم زي والهباطايتس والايدز الامراض دي كلها ممكن تتنقل مع تانية حاجة عندي واكبر حاجة واكتر حاجة طبعا اللي هي مشكلة ان انا بنقل فصيل الدم غير متوافقة. ان انا بنقل دم من فصيل الدم مختلفة. فعملية لانكم بتابلتي بيحصل اول حاجة زي ما قلنا ان هو بيحصل يعني فبتبدأ الريد بلاسل تتجمع. خلاص الريد بلاسل اللي من جمعة دي ممكن تعملي بلوك للكابيلرز. الكابيلرز اللي هي رفيعة خالص دي الريد بلاسل بعد ما بتتجمع على بعضيها ممكن تعملي بلوك للكابيلرز. فهتعملي سيفير بين. حسب بقى الكابيلرز دي رايح فيه هتعملي سيفير بين في المنطقة دي. ممكن تعملي بلوك للبلوك فيزلز تحت الهارت. تدخلني في اسكيميا اللي هي زبحة صدرية. خلاص لو قفلت عندي بتاعت الهارت تدخل في ايه اسكيميا او زبحة صدرية. ممكن تعمل بلوك للبلوك اللي رايح للبريم وهكزا. يبقى لو هي في المرحلة الاولى اللي هي مجرد مجرد مجمعة دي ممكن تعملي مشكلة كبيرة جدا لانها ممكن تعملي لأي او دي اول حاجة. تاني مرحلة ان هي دي قولنا ان هي بيبدأ يحصل فيها هيموليسس بتبدأ تتكسر. مشكلتها في ايه عملية التكسير دي? لو كمية كبيرة هتدخلني في ايه في اناميا. ممكن يحصل عندي هموليتك جونز زي ما شرحنا اللي هي الصفرة. لان اللي بتتكسر دي بيطلع منها البلوروبن البلوروبن ده سبعة صفرة. فبييجي مرض الصفرة للعيان. لا. تالت حاجة ان انا ممكن العيان ده يدخل في فشل في الكلا. ده سببه ايه? حاجتين. اولا الهيموجلوبين اللي طلع من نتيجة بتاعها. الفري هيموجلوبين ده هيروح هيعمل لها بلوق هيسدي دي اول حاجة. تاني حاجة القصارت دي بيطلع منها بعض لانها قصارت بكميات كبيرة فبعض هتطلع من جواها دي بتعمل لي للكدني بلود فيزلز. معنا كده الكدني كلا بتاعتي بش هيبقى وصل لها دم كفاية لانه حصل للبلود اللي رايح لها. فبالتالي العيان ده ممكن يدخل في ايه? في رينال فيلير. يبقى المرحلة البعد هيبدأ يحصل فيها مشكلة دي ايه? هتدخلني في انامية هتدخلني في جوندس هتدخل في رينال فيلير. نتيجة ايه? ان الهيموجلوبين الفري ده ممكن يعمل بلوكينج للرينال في بعض اللي بتطلع من جوا دي هتعمل للكدني وبالتالي هتدخل العيان ده في ايه? في رينال فيلير. تالت حاجة ان هو ممكن العيان ده يدخل في هايبو يعني نقص تنشان الضغط. الضغط بتاعه يقل. هايبو تنشان ليه? بيبقى جواها هستامين. لما بيحصل للهستامين بكميات كبيرة كده. الهستامين ده بيعمل بيوسع لي الاوعية الدموية. فبالتالي ممكن يدخل العيان ده في هايبو تنشان وايه? وشك. تمام? رابع حاجة ان اللي بتتكسر دي بيطلع منها البوتاسيوم. احنا قلنا اهم اي من موجود جوا اللي هو البوتاسيوم. لما البوتاسيوم يطلع بكميات كبيرة هيبقى فيها عندي يعني زيادة في نسبة البوتاسيوم في الدم. ده مشكلته ايه? مشكلته ان هو الهايبو تنشان على عضلة القلب وتعمل لي الرزمية الاول يعني عدم انتظام في ضربات القلب. وبعد كده العيان ده ممكن يدخل في ايه? في يعني عضل بتقلب بتاعته طقف خالص. خمس حاجة نتيجة الهمولسس بتاع هيبقى في زيادة عندي في الفري هيموجلوبين. دي شرحناها قبل كده يا جماعة مع الريد بلد سيل. الفري هيموجلوبين ده مشكلته ايه? اول حاجة هيزود الفيسكوسي بتاعت البلد. وده يعتبر اوور الوضع على عضلة القلب. لان انا بيعمل بامبينج لحاجة الفيسكوسي بتاعتها عالية. تاني حاجة هيزيد عندي نتيجة زيادة فهيمتص في لوض اكتر من التشو. فهيزيد عندي وده برضو بيمثل على وبالتالي العيان ده ممكن يدخل في النهاية في ايه? في اخر حاجة لو حصل يعني لو العيان ده انا قلت له كمية كبيرة جدا من هيزيد عندي تمام? فده برضو هيبقى لوض على عضلة القلب. فبالتالي العيان ده ممكن يدخل في ايه? في ماشي? زي ما شايفين يا جماعة عملت هي ممكن تبقى طبعا وتنقذ الحياة وكل حاجة. بس تاعتها كبيرة جدا جدا جدا. فقرار ان هو العيان ده يتعمله بالسهل. لان احنا بنعرضه لريزك جديرة جدا. اللي هي بس احنا بس ممكن في بعض اللي بتتاخد عشان نحاول نقلل الرزك بتاعة. ماشي? كده يا جماعة نكون خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. البلات جروبز والبلات ترانس فيوجينز. آآ وكده هتكون خلصنا البلات فيسيولوجي كله بتاع البلوك بتاعنا بتاع الهيماتولوجي. آآ يارب تكون استفدتوا وعرفت ووصل لكم المعلومة بشكل كويس. ونشوفكم على خلصنا.